وإلى هذا الخبر العاجل حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البراليمبية بباريس 2024 والذين رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية وهم محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال ورحاب ردوان الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال ومحمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال وفاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال وصفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وناديا فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال والمنتخب البراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن النجاحات أبطال مصر مثلت علامة مضيئة للبلاد وإثباتا أن المصريين قادرون دوما على التحدي وتخطي الصعاب مثمنا عزيمتهم وإصرارهم اللذان يعتبر مبعث فخر لأبناء الوطن